لم يكن التحرك العسكري الذي قاده زعيم مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين ضد القيادة الروسية وليد لحظته إنما سبقته مؤشرات عديدة تؤكد بحسب محللين أن بريغوجين خرج عن سيطرة الكريملين من بينها تهجمه على وزير الدفاع الروسي وقائد أركانه تارة وإصداره لتصريحات تفت في عضد الجيش الروسي ليشكك في جدوى الحرب على أوكرانيا إلى جانب أحاديثه المتكررة عن الخسائر الفادحة للقوات الروسية هناك تارة أخرى ومع أن التحرك الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتمرد وخيانة الأمة لم يدم إلا يوما أو بعض يوم وانتهى بوساطة من جارة روسيا وحليفتها بيلاروسيا فقد أظهر التقارير أن بوتين بدأ باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد مجموعة فاغنر وتحجيمها من خلال السيطرة على شركاتها وأصولها المالية في أكثر من بلد بحسب ما كشفته صحيفة والوستريت جورنال الأمريكية الصحيفة أفادت نقلاً عن مسؤولين غربيين أن بوتين يسعى لوضع يده على أكثر من مئة شركة تابعة لمجموعة فاغنر وتعزز هذه الأخبار تصريحات بوتين نفسها التي قال فيها إن فاغنر حصلت خلال عام واحد على 86.262 مليار روبل أي أكثر من مليار دولار وذكر أن الدولة الروسية كانت تمول فاغنر بشكل كامل غير أن محاولات بوتين لإصلاح ما أفسده بريغوجين ومجموعته بالمساس بهيبة روسيا داخلياً وخارجياً مرهونة بالفشل بحسب مراكز للدراسات الاستراتيجية كون الدولة الروسية الحالية مبنية في أساسها على حكم الرجل الواحد الذي يستند في تعزيز سلطته وشرعيتها على أعداد وعتاد جيشه الضخم إلى جانب القبضة الأمنية الشديدة ويرى محللون أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه بوتين من حيث يدري أو لا يدري هو قيامه بترقية وتقريب سجين سابق من دوائر صنع القرار في الكريملين ليتوسع عمل المجموعة وتصبح عابرة للحدود وتصل أدرعها إلى مختلف مناطق العالم ابتداء بالشرق الأوسط في سوريا إلى دول عدة في أفريقيا مثل ليبيا والسودان وليس انتهاء بمشاركته في الحرب الأوكرانية فكانت النتيجة أن تجرأ بريغوجين على تصويب نيران أسلحته نحو القيادة العسكرية الروسية وتهديد أركان الكريملين